التقى وزير الخارجية سمح شكري كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الامنية ورئيس اللجنة الوطنية الوزارية لتغير المناخ تيو تشي هين في ثاني محطات جولته الاسيوية واضحت وزارة الخارجية ان اللقاء تناول سبل تعزيز تعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال المناخ خلال الفترة المقبلة في ضوء رئاسة مصر لدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ بجانب تبادل الرؤى بشأن اهم المسائل والقضايا الاقليمية والدولية وتقييم تأثيراتها فضلا عن التباحث حول سبل التعاون في مجال مكافحة الارهاب